نحكي ألف مبروك للوحدات هارد لك للحسين إربد يعني ممثلينا في الخارج نتأمل أن نرعب منهم الكثير مباراة الوحدات تحديداً اعتقدنا بالبداية بأنه شكل كلاسيك اللي بلعب في رأفة علي بأنه لربما يعاني أمام متصدر الدور الإيراني يعني عندما نتحدث عن الأداء الذي قدمه هذا النادي في بطولة الدوري فهو فاز على تاركتور الإيراني فاز على جاي من نتائج ممتازة طبعان جاي من نتائج ممتازة قدمه مستويات كبيرة جداً لا المعلوم وأنا بحكي معاك يعني النادي اللي كان فيز عليه في آخر جوري متقدم في دوري أبطال آسيا 2 أربع صفر دنادي تاركتور نعم فلذلك عندك أنت جودة ممتازة بالنسبة لقيمة الدوري الإيراني فإحنا كان في عنا تخوف نكون وقعيين لكن الوحدات استطاعة أن يقدم أولاً دور كبير قراءة فنية مميزة من الكابتن والمدير فني رأفة علي كذلك السلاح الفعال الذي يحتاجه نادي الوحدات في قادم المباريات أول إشي عندك مهند سمرين نعم وإبراهيم صبر صراحة قوية جداً طبعاً مهند سمرين اسم قادم صراحة بشكل مميز بالنسبة لنادي الوحدات وحتى للكرة الأردنية إبراهيم صبر صاحب الهدف صاحب الهدف هذا اللاعب ماشاء الله هذا اللاعب يعني أعتقد أنا بجوز في التصفيات القادمة مش الجاي البعديها أه أعتقد أعتقد حتى أقول لك شغل ممكن في التصفيات هاي إنه ياخد فرصة طبعاً ياخده مع كوريا وعمان ممكن مش مع كوريا وعمان ممكن في المباراية اللي بعدها ولكن يكون له مكان أساسي إنه يكون ضمن التشكيلة ليش؟ اللاعب هذا إذا شفنا إحنا وحضرنا الأداء التكتيكي للمدرب أولاً بفرغ النص منيح بساهم في الكونترا أتاك بشكل مميز اللاعب أمام المرمى سريع بيستلم كورا حلوة ممكن غياب اللمس الأخيرة بتأثر عليه بشكل كبير ولكن اللاعب أمام المرمى لاعب خطير جداً ولاعب ذكي يعرف يتحرك بالخطوة طبعاً طبعاً وهذا شيء مميز فيه الآن الوحدات استطاع أن ينتصر هنا في عمان يخرج بقيمة قوية جداً قبل العودة إلى إيران ملاقاتنا دي سبان أصفاهان هذا اثنين واحد بالنسبة لرأفة علي تعود بدكة الوحدات اللي عليه على ما تستفهم من ناحية التعاقدات والتشكيل ولكن في دوري أبطال آسيا كان العكس تماماً صحيح شفنا أنه أوكي في اتزان روح مجموعة متماسكة وقدروا أنهم يخلطوا طبعاً لما شفنا أبو الجزر يعني قبل إحنا أنا وياك كنا نتحدث فيه من اللاعبين صراحة اللي يعني ممتعين جداً أبو الجزر في التشكيل الخماسي لو إحنا شفنا أنه بلعب ظهير أيمن صحيح طيب هذا أصلاً ربما قد يفيد مش بس نادي الوحدات ومنظومة المنتخب صحيح لاعب جوكر جوكر وبعرف ينزل يلعب ارتكاز أبو ظهير وهمي بطريقة ممتازة صراحة طبعاً لعب عندك فكر ممتاز طبعاً وبعدين خالد أنت إذا لاحظت بأن الجهة اليمنى تم إغلاقها بشكل محكم وأصبحت جهة خطيرة جداً ريح فيها اللاعب السيزار اللاعب المحترف صحيح اللي أول جيم ثاني جيم حتى أمام الحسين إربد ما كان تمام بعدينها بلش تشوف أوكي أنا جاهز ألعب كوينج بشكل ممتاز بالإسقاط التاع الأربع أربع عثنين يقدم دور كبير جداً فالوحدات أكمل المطلوب منه أوكي هدفين بحضور جماهيري قوي جداً أثر بعد التأخر بهدف طبعاً بعد التأخر مية بالمية وهاي كمان دفع معنوية لنادي الوحدات حتى يقدم مستوات إن شاء الله للكرة الأردنية في الخارج بشكل أفضل طب خلينا نروح للحسين للأسف يزيد أبو ليلى كان أحسن لعب في الفريق أو أحسن لعب بالنادي يزيد أبو ليلى بالمباراة أنت بتلعبها بالنادي الإماراتي فشو ممكن نحكي أكثر هل عن جد هاي المباراة راح تأثر كيف ممكن نفصل هاي المباراة ونكمل عادي بتصفيات وأن منقدر إحنا بالمباريات الجاي أنه نعوض ويأخذ تذكرة خليه يتأهل على الدور القادم طيب في البداية يعني أنا أوجه التحية والتقدير ليزيد أبو ليلى نعمل المباراة صراحة طبعاً لولا يزيد أبو ليلى كانت النتيجة لنكن واقعيين كبيرة جداً صحيح كبيرة جداً نادي أهل دبي مع وجود سردار أزمون في الهجوم كان يشكل خطورة مخيفة جداً استطاع أن يحجمها حارس المرمى يزيد أبو ليلى متينهم بدي أحكي لك يا عبلطة عبلطة يعني حدا زي صراحتك تفضل يعني صراحتك أنا متذايج أنت متين لديك نخبة لاعبين المنتخب الأردني صحيح لديك استقطابات لاعبين كما تريد أردت أن تأتي بمهاجم كونجولي وين المشكلة المشكلة في تكتيك متينه متينه شخص يلعب على منظومة الدفاع بشكل كبير متينه ما زال بيجرب متينه رجل بيخاف أنه أغير في الشكل التكتيكي طب ما أنت عارف أنه أنا أمام هذا النادي لازم ألعب بالأربعة أربعة أثنين الشكل الكلاسيكي أربعة أربعة ثلاث ثلاث ليش ألعب أمام نادي أهل دبي اللي بلعب كمان على المساحة المفتوحة هدي معنى أنا أطالب أدهم القراشي من جهة وأيتال والمحترف البرازيلي من جهة أن يقدم مستويات كبيرة جداً في الأمام نعم وهم عندهم طيارات على الأطراف طيب بهذه الخبرة ما درس الخصم بطريقة كويسة خليناً نحكي مثلاً ولا هو في كل مباراة ما بيكون تقديره للخصم بطريقة كويسة في كل مباراة يعني اسأل جمهور الحسين إربد الآن جمهور الحسين إربد في عنده علامات استفهام على متينهم أنا ما بدي أحكي إنه الرجل الآن في مرحلة يجب عليه الإدارة أن ترى يعني ماذا سوف يصنع مع نادي نعطي كمان أسبوعين بعدين من يقدر نشوف إذا هل في خيار مناسب يكمل مع نادي بس لما تفوت رزق بنيهاني ويصنع خطورة ويصنع خطورة مع عارف الحاج كلاهما رزق لاعب سريع ممتاز قدم قوي جداً عارف الحاج سريع قدم مميز جداً يستطيع أن يقدم شيء كبير للغاية أنت من البداية عبدالله العطار ليش تلعى فيك كطراف صحيح أخطاء خلينا نحكي تكتيكية ولكن ممكن التصليح وممكن نشوف أنه الحسن إربيت برجع لسكة الانتصارات ويأخذ وخالد هذه الأخطاء يعني كانت في البطولة الدوري المحلي كان يتم تداركها يعني كان يتم قراءة نهج متينه طب متينه لماذا تقوم بصناعة نفس هذا الأمر أمام نادي يتمتع بضغط عالي على المناطق الأمامية كوالتي اللاعبين برضو طبعاً كوالتي اللاعبين ولكن أنت لليك كمان صفوة اللاعبين الأردنيين صحيح بس يعني أنه الكوالتي موجود أمام الأندية الأردنية بس يلعبوا مع الحسن إربيت مش زي بس تلعب بآسيا ويتواجه برضو نخبط هذه الأندية أطفر نسكر صحة الحسن إربيت ونروح لأوروبا اللي شفنا برضو نادي كبير ريال مدريد اللي بيعرف يطلع بكل المشاكل اللي موجودة عنده فجأة بتشوف ريال مدريد فاز شو المشكلة اليوم ريال مدريد مص لعيب تم مصابين ريال مدريد من غير ما يلعب بفوز عارفياً يعني مدريد شو بدك من الآخر صدقاً ريال مدريد مع غياب أهم أول إشي غياب ثلاث عناصر مهمة أول إشي التفاهم بين اللاعبين و شبه معدوم مش مش هو معدوم حتى مش شبه هو معدوم تماماً خالد بسهم أنا بس يعطوا بقصات لبعض بتفاجأوا أوكي أنت لعبت لباس شكراً خابرك فيما بعد خليني بس أكمل الهجمة هذا واحد اثنين عندك مشكلة في الوسط وعندك مشكلة في الدفاع ريال مدريد يحتاج في الميركاتو الشتوي لاعب نص ولاعب قلب ريال مدريد يحتاج للاعب يتناقل الكرة ويأخذ الكرة من زيتوني كروس مية بالمية يا سيدي بديش أقول لك ما في كوالاتي قد توني كروس الآن تمام؟ بدي لاعب يتناقل الكرة من الخلف إلى منتصف الميدان ما في لاعب اليوم موجوده بالسوق ممكن أنه بفريقك بس ما رح يطلع رح نحكي عنه آرنولد لا ماكالاستر أيوة بس رح نحكي عنه تنخلص ريال مدريد ريال مدريد وستوتجارت إذا لحظت هلأ ستوتجارت قدم مستويات ممتازة في البوندس ليجا وكان جميل في البوندس ليجا لكن لو لاحظنا بعد هدف التعادل تحديدا مدربهم قال لك أنا راضي وهون الرضا هو اللي خلاك تخسر هون الرضا أعطى لريال مدريد دفعة أنه أنا بشوف أنتور روديجير بلعب بصل النص صحيح من بعد النص بتلاقي أنت حالة لا مركزية في الهجوم لما مدريد يدخل في حالة لا مركزية أنت كمدرب كلاسيكي شكل تقليدي بلعب على كونتر أتاك لأنه مدريد الآن خد دفاع متقدم صحيح لعيبة ما بتلعب في أماكنها في حالة أنه طيب أنا يشوفكم وسحب اللاعبين اللي الأدوات خلينا نحكي المناسبة لهذه المباراة فخسر راعا على أنه أنا خلينا أضمن نقطة في السنتياجو وشكراً 100% أنطر روديجير حط الجول من هون هوب كنت اللاعب أندريك المرتدة اللي كانت غريبة فعالية أنه جمبت بابي صحيح راح شارغ فعالية وشاتب رجل وشمال ولكن خلنا نروح سريعاً للمباراة ميلان وليفر بول طيب سريعاً دأ بارك لك ماشي أول إش دأ بارك لك في الاثنين أنتو هذول الاثنين لو طلبوا عقد مليون أكيد ما كان أسر واحد منهم كيف دهزر لك واحد سوبوسلاي سوبوسلاي أيوة أعطيهم لو طلبوا سوبوسلاي من اللاعبين الناس ما بتقدروا وجوده في الملعب سوبوسلاي مفتاح هل هو بدنياً بس؟ بدنياً وتكتيكياً ورؤية وضبط إقاع الجيم الرتم العالي في النص سوبوسلاي وماكاليستر ماكاليستر أنتو نازم تدفعوا لمادي برايتن لعشر سنين لقدامه مع أنه راحيم بيرخ هو اللي أخذ دمان في دمعت فعالي 100% لكن أنت كخالد مشجع لليفربول قبل ما أحكي عن هذه المباراة بس يعطونا إحصائية أوبتا للإشكالية اللي بعاني فيها نادي ميلاً في طلق الأهداف آخر 14 جول طلقاها في منتصف الميدان عندك ثغرة قلوب الدفاع ليش الأطراف يعني عندك الأطراف أنت تمام بس عندك المشكلة في مركز القلب ليفربول استغل هذا الأشي وقدر ليفربول فعلياً يطلع به ثلاث أهداف ومن كرات ثابتة طبعاً ليفربول عندك أعطيك معلومة ليفربول كان أصلاً طالب مدرب كرات ثابتة عن لينكد إن يعني خليك مركز أنا يعني حرفيهم إشي كان جداً غريب أنه أنا شفت ليفربول طالب مدرب أولاين فعلياً وقدر أنه ليفربول إفوز طيب ماكاليستر بس سريعاً عن ماكاليستر قبل ما أحكي ماكاليستر بالنسبة لي هذا أفضل لاعب بالنسبة ليفربول هو فعلياً صفقة كانت من السنة الماضية وصفقة العمر ولاعب من جد 35 مليون هي سريقة طبعاً شكراً لك شيكس حبيب وإن شاء الله نشوفك الأسبوع القادم شكراً لك